موجود اللي اردوغان قال احنا لم نحرر ترهونة مش الميليشيات ده احنا الاتراك اللي حررناها وليس الميليشيات لانه كانوا مين اللي حرر ترهونة قالك لا ده احنا جيتش الترك اللي حرر ترهونة اللي هما النهاردة مين طب ايه اللي بيحصل النهاردة في سيرت شقاء اللي بين من كم يوم قالك نصبنا منظوم الدفاع جوي اس تلتمية خليوا بقى لكم اس تلتمية دي واحدة من اهم منظومات الدفاع الجوي الروسي يعني اس تلتمية واس الربعمية دول اهم منظومتين من الاحدث يعني في منظومة اخرى اعتقد بوك دي برضو منظومة الدفاع الجوي قوية جدا الاتنين دول اتنصبوا في سيرت اهمية ده ايه لو طلعت طيارة مثلا تعمل اي شيء الدفاع الجوي ده على بعد 250-300 كيلو بعد 250-300 يجيب الهدف طيارة مقاتلة طلعة مش عارف مين اي حد جايلك الناحية بتاعتك خلق انت بتتعامل معها مباشرة دي المنظومات اللي تقدر تتابع معرفش كم هدف توقيت واحد وتضرب ايه قصة قصة يعني فنية محتاجة محلنة عسكرين يشرحوها بعد شوية ممكن نبقى نتكلم عليه ولكن النصب منظومة الدفاع الجوي في سيرت ده بيحمي سماء سيرت الجفرة نفس الحكاية الجفرة دي اكبر قاعد عسكرين موجودة في ليبيا واللي الاتراك عايزين ياخدوها ونفسهم يوصلوا لها ويوصلوا لمنظومة الدفاع الجوي اللي موجودة في الجفرة طبعا ده مش هيحصل اذا مصر النهاردة حصل تدخل من الدولة المصرية احنا دخلين بناء على طلب من الاشقاء وبنحمي امننا القومي وهناك في ليبيا الان قدرات عسكرية كبيرة جدا الجيش اللي بي على مدى الام الماضية فيه يعني حاجات كتيرة فيه دعم كبير موجود فيه قدرات كتير موجودة منظومة حرب الالكترونية موجودة فيه حاجات كتيرة موجودة دلوقتي على الاراضي الليبية لاي شيء ممكن يحدث في اي وقت الاتراك بيحسبوا الموضوع مرتين او عشر مرات يعني اردوغان بيحسب موضوع 3-14 مرات قبل ما ياخد اي تحرك لان اي تحرك بالنسبة لاردوغان هو تحرك قاتل ليه بقول تحرك قاتل مصر وكما ذكر السيد الرئيس ان لما حددنا